اشتركوا في القناة عن هذا التنظيم الذي احتضنه لعقود طويلة لكن الجديد والمفارقة السياسية والاخلاقية أن يكون انتقاله من حزب محافظ يميني تبنى مبادئه إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية اليساري حيث أن شباط لم يكن يوما مغرما بالفكر الاشتراكي أو منسجم مع خياراته الأيديوروجية والاجتماعية والاقتصادية لكنها السياسة ومصالحها وقد حسم حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال أمره بالترشح رسميا للانتخابات الجماعية باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية بعد انفصاره تماما ونهائيا عن حزب الاستقلال بسبب خلافاته القوية مع قيادته وعلى رأسها نزال بركة الأمين العام الحالي وهو أول أمين عام سابق لحزب كبير كالاستقلال يلتحق بحزب منشق عن التقدم والاشتراكية وليشكل في الخليطة السياسية وزنا كبيرا وبرر شباط هذا الترشح بأنه رد على ما اسماه بدكتاتورية الأمين العام لحزب الاستقلال الذي حل أجهزة الحزب بمدينة فاس وأيضا نتيجة تنسيق سابق مع الأمين العام السابق لحزب الجبهة القوى الديمقراطية ولم يستكن حميد شباط إلى قرار قيادة حزبه السابق وأكد بنوع من الدعاية الانتخابية لاستقطاب على ما يبدو أصوات جديدة تخدم طموحه أنه يريد خدمة فاس التي ترزح تحت وطأ التهميش بسبب التدبير السيئ للمجلس الحالي بقيادة العدلة والتنمية والضرورة الحتمية التي رجحت مغادرته لحزب الاستقلال هو ما أسماه شباط بعدم تشبت القيادة الحالية بمبادئ الحزب لكن بعض قيادة هذا الحزب تقول أنه أيضا تمرد على قوانين ومبادئ الحزب ولم يتم ترضه بل اختر الانسحاب طواعية هناك من تفاجأ من انتقال أمين عام الحزب عتيد وتاريخي إلى عضو في حزب المغمور وكان هناك عدد من المتابعين يرجحون انتقاله إلى الحركة الشعبية بعد تسريب مفاوضاته مع قيادة هذه الحركة الشعبية الحزب التاريخي أيضا ويبدو أن قيادة الحركة لم تقتنع بمبررات ودفوعات حميد شباط فرفضت التحاقه بالحزب ولم تسفر لقاءات شباط السرية التي جمعته مع القيادة الزين أي نتيجة بل هناك ترجحات أن الحركة الشعبية فاطنت إلى مناورة من طرف شباط فلم تتجاوب معه الانتماء إلى جبهة القوى الديمقراطية لم يكن وليد لحظة سياسية معينة بل كان نتيجة ترتيبات ومفاوضات كبيرة خصوصا بعد أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقررة في سبتمبر وأكتوبر المقبل لكن هل سيستمر حميد شباط طويلا داخل هذا الحزب بعد تحقيق أهدافه الانتخابية سؤال قد يبدو مربكا ولكن أمام قدرة شباط على المناورة وبحثه عن موطئ قدم يحقق له البروز والظهور الإعلامي والسياسي قد نرى في المستقبل القريب عودة إلى مسقط رأسه السياسي القديم شباط خلق نقاشا سياسيا داخل حزبه والمشهد السياسي المغربي لكنه مع ذلك لم يستطع خلق تيار داخل حزب الاستقلال ولم تؤدي حركته الدوبة إلى أي انشقاقات داخل هذا الحزب التاريخي وحتى يزرع نوع من الشكوك حول القيادة الحالية لحزب الاستقلال قال أنه ربما يقف وراء قرارات نزال بركة ضد مدينة فاس أو بين قوسين ضد ترشيحه هو صداقة بركة مع رئيس عمدة المدينة الحالي الأزمي المنتمي للعدل والتنمية واشتغالهما في نفس الوزارة ولهذا يسابق حميد شباط الزمن بعدما اقتربت لحظة الانتخابات المحلية ويبدو أن الخريطة السياسية التي أفرزتها انتخابات الغرف المهنية الجمعة السغوش الجاري أضحت واضحة بعد الترتيب النهائي للأحزاب السياسية التي تنافست بقوة على المراتب الأولى والنتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات يمكن اعتبارها مؤشرا سياسيا لما سيحدث في الأسابيع المقبلة خلال الانتخابات المقبلة جماعية وبرلمانية وقد احتل التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى في هذه النتائج التي جرت الجمعة الماضية بفوزه ب638 مقعد متقدما على أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال وحزب الحركة الشعبية وأتى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في المرتبة الأخيرة بـ 49 مقعد فقط تأتي هزيمة العدالة والتنمية في انتخابات الغرف المهنية أسابيع بعد خسارة ذراعه النقابية في الانتخابات المهنية خاصة قطاعات التعليم والصحة نهاية يونيو الماضي وهو ما قد يكون بداية لهزيمة الانتخابية أخرى مقبلة في الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقررة في سبتمبر المقبل رغم عدم اكتراث العدالة والتنمية بهذه النتيجة قد يقول منتمون للعدالة والتنمية أن هذه الانتخابات ليست مؤشرا حقيقيا يمكن أن تكون عليه الاستحقاقات المقبلة أي أن هذا الحزب مؤمن بقواعده والمتعاطفين مع مشروعه للتصويت عليه لكن يبدو أن هؤلاء يريدون التمويه على حقيقة أن الانتخابات المهنية قنطرة للوصول إلى مقاعد مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي الانتخابات المهنية الخاصة بالفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري لا يمكن فصلها بشكل تعسفي عن باقي الاستحقاقات الأخرى فالذين انتخبوا في هذه الانتخابات بالضرورة سيكون لهم تأذير واضح على نتائج الانتخابات المقبلة كونهم ناخبين مسجرين في اللوائح الانتخابية العامة أيضا ولهم امتدادات داخل المجتمع التراجع الكبير لقيمة وضرورة تواجد حزب العدل والتنمية لدى المهنيين وما يمثلونه من فئات اجتماعية أصبح حقيقة واضحة وترجح أوساط سياسية أن مرور هذا الحزب الذي قدر حكومة لولايتين متتاليتين إلى المرتبة الثانية أو الثالثة في الانتخابات المقبلة جماعية والتشريعية سيكون التعبير الأمثل للتصويت العقابي نتيجة لقرارات لا شعبية تبناها هذا الحزب طيلة ولايته وأدرت بالقدرة الشرائية للمواطن إذا لم يكن هناك بالطبع عزوف انتخابي فالقاعدة الانتخابية لحزب الإعدالة والتنمية لها اعتبارها وتستفيد من المشاركة الضعيفة للمواطنين في الانتخابات إضافة إلى حجد جمعة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي للحزب لأنصارها في الحملات الانتخابية ويوم التصويت إلى جانب الجمعيات الخارية والإحسان النشطة في الأحياء الشعبية وجمعيات شبابية أيضا تشتغل بقوة على استقطاب الشباب بخطاب ديني وحتى الذين راهنوا على فيروس كورونا لتعطيل الانتخابات المقبلة كما تساءل الكثيرين بخصوص احتمال تأجيل هذا الموعد إلى حين استقرار الوضعية الوبائية بعدما برزت إلى سطح النقاش السياسي مطالب بعدم إجراء هذه الانتخابات سواء تجريعية أو محلية في الخريف المقبل بسبب الجائحة لكن عبدالله الوفي الفتيت وزير الداخلية قطع الشك باليقين بأن التحضير لإجراء الانتخابات العامة المقبلة سيكون في مواعيده الدستورية والقانونية بالرغم من الضرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره وليس المغرب فقط إلى اللقاء